السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحلقة المرة دي عجيبة شوية يمكن علشان خاطر الكتاب نفسه الكتاب بالنسبالي من يعني ما كنتش متحمس لأوه في البداية ان انا اقرأ كتاب عن الاباحية ولكن قرأت الكتاب دماغك تحت تأثير الاباحية كتاب يعني في النسخة البدئف اللي معايا كان الكتاب متين صفحة متين صفحة من من الارة الثقيل الصفحة فيها تقريبا عشرين سطر والسطر في عشرين كلمة فهو الكتاب الكتاب كبير مش صغير بيتكلم عن قضية في مدى الخطورة في البداية كنت فاكر ان موضوع الاباحية او ان الناس بتشوف الاباحية امره منتشر وموجود وانا عارف ده لكن ان الموضوع يبقى ادمان ان انت بتشوف ناس مدمنة وناس بتتعافى وناس بتعالج نفسها وناس بتنتظر ايام بعد المعافاة وناس بتحد ايام الموضوع عجيب جدا ربما كتير من الناس مش واخد باله من ده مع ان الاباحية موجودة ومستشرية في المجتمع طريقة صعبة جدا تقريبا 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 مفيش شاب الا مشاف اباحية تقريبا مفيش شاب الا واتعرض للا اباحية مش الشرط ان هو ودخل على موقع اباحي ان هو يرى حاجات استغятель ا Purphea فالله العظيم لكن مجرد ان هو يімشه في الشارع هيشاف اباحية مجرد ان بنت تخرج من بيتها متبرجة ده اباحية مجرد ان هو يفتح التلف breathe فيشوف نشرة اخبار فيها مزيعة متبرجة دي اباحية مجرد ان هو يتعرض لما حرم عليه ان يراه دي اباحية مجرد ان هو يتعرض لما منعه الشرع دي اباحية وطبعا المعنى الاخص هي الاباحية الجنسية او مشاهدة الافلام الجنسية الموضوع مش سهل علشان كده لما يعني انا برشح الكتاب ده بناءا على اللي انا قريته الكتاب من اهم الميزات اللي في الكتاب ان هو بيجيب تفاصيل التفاصيل يعني شوية شوية وانا في نص الكتاب كده مليتي يعني تقريبا مكنش عاوزة اكمل يعني لو انزقت ولكن انا يعني انا بحب دايما ان انا لما اقرأ كتاب اكمله الاخر واعجبني مش عاجبني هكمله لحد ما اخلصه وانا بقرأ الكتاب الكاتب دايما بيستشهد به بناس عملوا تجربة الريبوت الريبوت يعني اعادة تشغيل اللي هو ريستار تقريبا بتاع الجهاز او كده هو ان هو كان ميت ثم احياه الله بيعمل اعادة تشغيل لنفسه ان هو يمنع الاباحية الجنسية عن نفسه بيشوف وبيعرض لك بقى نتائج لناس عملت الريبوت ده ونشوف ايه اللي حصل علشان خاطر لما ييجي شخص بيشتكي ان هو مسلا عنده اكتئاب بيشتكي ان هو عنده حصر نفسي بيشتكي ان هو مش طائق نفسه ان هو عنده خلال جنسية ان هو عنده ان هو عنده يحكي امور كتيرة جدا طيب وبعدين يبطل اباحية جنسية وبعدين الحاجات دي كلها تمشي طبعا بقى بتختلف من شخص للتاني يعني فيه ناس مثلا انتهت الامور ديت بعد اسبوعين فيه ناس بعد ستة شهور فيه ناس بعد ثلاث سنين بتختلف من شخص للتاني وبتختلف من التجربة للتانية وخاصة الناس اللي هي بدأت الموضوع بدري علشان اصور لكم شوية الموضوع قد ايه ادمان يعني كان احد الناس اللي بتحكي تجربتها بعد التعافي بيقول ان هو وهو عنده احداشر سنة وقع وشاف فيلم جنسي وهو عنده ستة وعشرين سنة بدأ عملية التعافي يعني هو كان من صفر لحداشر معرفش حاجة اسمها اباحية جنسية من حداشر لستة وعشرين خمستاشر سنة وهو واقع في فخ الاباحية الجنسية كل يوم بيتفرج على اباحية جنسية وكل يوم بيعمل عادة سرية ولا كفاية ولا انتهاء الكتاب بيستعرض الموضوع من ناحية طبية شوية علشان خاطر الكاتب اللي هو جاري ويلسون هو في الاساس طبيب في علم الاعصاب فبيبدأ ان هو يتعرض يقولك ان العضو الجنسي الاهم هو الدماغ العقل ازاي بيتعامل مع الجنس ازاي الانسان بيتعرض لمثيرات خارقة العادي ان الانسان لما بيشوف حاجة تبسطه مثلا بيفرز عنده هرمون الدوبامين فبنشوف مثلا ان الانسان لما بيشوف حاجة تبسطه بيلتقل باصحابه وبياكل اكلة كويسة وما الى ذلك هنلاقيه بيتبسط وزي الفل الدنيا حلوة لكن لما بيتعرض لمثيرات خارقة زي الابحية الجنسية هو قاعد قدام الشاشة وقاعد عمال يتفرج ويتفرج 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 بلا نهاية بلا انتهاء عمال يعمل سكرول وعمال يتفرج حتى ان منهم اللي بيقعد بالساعات قاعد بالساعات كده في حالة من الاثارة الجنسية اللامه انتهي عمال بيتفرج وبس الكاتب حط الكتاب كده في 4 فصل الاولاني كان بيتكلم عن الواقع الذي نعيش وبيتكلم الواقع يعني بيوريك الواقع بقى يوريك الناس اللي مثلا قبل سنة 2011 مثلا او قبل كده الناس اللي بتعاني من الضعف الجنسي قد ايه والناس اللي بعد كده بعد 2011 و2014 اللي بتعاني من الضعف الجنسي ده قد ايه كما يعرض مثلا نسبة التفوق في اي مجال فهتلاقى للنساء ليه لان الرجالة في حالة سيئة جدا من الحاجات اللي افتكرتها دلوقتي لما نرجع نشوف فيلم زمان زمان كان بيورد على التلفزيون وهو فيلم ثقافي في حالة هؤلاء الشباب التلاتة اللي بيدوروا بيحاولوا بيلفوا بيدوروا علشان يتفرجوا على فيلم جنسي بالطرق المتاحة انا ذاك بينما اليوم الموضوع بقى سهل جدا وسلس جدا وتكت زرار بتطش على الشاشة بس لا اكثر وذكرني هذا بالقول الله سبحانه وتعالى لابلوا انكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب الموضوع خطر يعني اذا كان الكاتب تقريبا ما تعرضش للموضوع من الناحية الدينية خطروا في الاول في الاخير مش مسلم اصلا واذا كان في الناحية الدينية عندنا الموضوع له شقين مشاهدة الاباحية الجنسية وفعل العدد السريع فعل العدد السريع يختلف بعض الفقهاء ويعني قليل من الفقهاء اللي قال عليها انها تجوز تمام والجمهورة على انها حرام لكن في قضية ان هم يشوفوا اباحية جنسية ده حرام ده امر منتهي الموضوع خلصان فمشاهدة الاباحية الجنسية حرام بس انا مش جاي النهاردة علشان اتكلم ان هو حرام ولا اصدرلك ارأي الشخصية انا جاي اقولك ان الكتاب ده بجد طوق نجاه لو شخص عاوز يتعافى من الاباحية الجنسية لو واحد كل يوم بيتفرج على الاباحية الجنسية لا الكتاب ده طوق نجاه بمنتهى البساطة ان الشخص ممكن مثلا تخش على واعي هحط لك اللينك بتاعها في الديسكريبشن بتاع الفيديو خش على صفحة واعي وقول لهم سلام عليكم انا تعبين وعاوز استريح وهم هيبدأوا ياخدوا معاك الخطوات ويعرفوك واول طريق علاج اي مرض هو ان احنا نبقى عارفين ان فيه مرض اصلا اعرف ان فيه مرض الاول علشان فيه ناس كتيرة جدا مبتلاب بادمان الاباحية الجنسية وقول لك لا يا عم فيش ادمان ولا حاجة الموضوع مسيط والله موضوع مش شغلني اصلا يعني طيب اوكي مش الموضوع مش شغلك بطل يقول لك اهد يا عم بطل ده يا عم ده ده مفيدة اصلا صحيا ان الواحد بيتعلم منها حاجة لا ده كلها مزورة اصلا يا برانس بطل بطل اسبوع اسبوعين تلاتة شهر شهرين وريني نفسك بعد شهرين لو انت حسيت ان ما فيش تغير من الوقت اللي انت كنت تتفرج فيه على الاباحية الجنسية والوقت اللي انت بطلت ان انت تتفرج لو ما فيش فرق ما بين الاتنين يبقى كتاب ده ملوشة اي ستين لازمة حتى ان الخاتمة بتاعت الكتاب او يعتبر الفصلة الاخير من الكتاب الكاتب بيتكلم عن نقطة دي بيتكلم بيقول انت يا عم اللي انت بتقولي الاباحية الجنسية مش ادمان بطل مجرد ان انت تبطل هتشعر باثر هذا الامر هتشعر قد ايه الانسان محتاج ان هو يفهم ان الاباحية الجنسية ادمان زيها زي المخدرات والخمرة لما تشوف الناس بتاعت المخدرات والناس بتاعت الخمرة ازاي ايه اعراض اللي انسحاب بتاعتهم ازاي بيخرجوا من من بوتقة الادمان وبص على الناس اللي هي كانت مبتلى بالاباحية الجنسية وازاي تعفت الموضوع هو هو تقريبا تقريبا هو هو في الحالتين في اعراض انسحاب في اكتئاب في ارق في حالة نفسية سيئة وطبعا في بعض الاعراض المختصة بحالة الادمان الادمان على الاباحية الجنسية الكتاب بيأسس لنظرية ان العلاج عبارة عن ان انت تبطل بطل لاباحية الجنسية وتتعافى من حاجات كتيرة جدا حاجات كتيرة جدا هي في الاساس ما هي الا تبعات واعراض للاباحية الجنسية ان هي بتفسد عليك حياتك ازاي الاباحية الجنسية بتعلم الشباب ايه اساسا يعني هي مش بتعلمهم ازاي يعملوا علاقات جنسية صحيحة لا هي بتفسد عليهم الفطرة فطرة الله التي فطرة الناس عليها الشباب بعد فترة من الزمن من الادمان على الاباحية الجنسية ما بيبقاش متقبل ان هو او مش متصور هو ازاي يعني هيعمل ألقى جنسية حقيقية هو خلاص شهويته بقت عبارة عن أنه قاعد قدام اللابتوب بتاعه أو ماسك المبايل بتاعه على السرير بتاعه وانتهى الأمر أنا عارف أن الكلام بتاعي شوية فجأة أو شوية خادش أنا آسف بس هو الموضوع الموضوع يعني هو الموضوع برمته اللي داخل الفيديو ده وفتح الفيديو وقاعد يتفرج على دماغه كتحت تأثير الباحية يعني مستني عن التكلمة أنا آسف والله أن أنا بتكلم بشيء من الوضوح أو بشيء من الفجاجة ولكن هو الموضوع نفسه صعب والمشكلة أنه لمس كل الناس لمس دور في بيتك ودور في كل مكان هتلاقي يعني زي ما قلت لك كده في أول فيديو أن أنت تقريبا قل أن أنت تلاقي حد ما تفرجش مش اللي هو مدمن لا المدمنين موجودين في مدمنين على الإباحية موجودين وفي ناس تفرجت وفي ناس بتتفرج بانتظامه في ناس شافت مرة وبطلت وهكذا والإدمان على الإباحية زي زي الإدمان على حاجات تانية شوف مثلا الإدمان على الوجبات السريعة الناس اللي ما بتعرفش تاكل غير الوجبات السريعة في أحد الأطبة كان بيعمل علاج أو بيحاول يعالج واحد مدمن على الأكلات السريعة أو عنده سمنة مفرطة بتاعها فأما عمل له فكرة حلوة جدا إحنا نعمل ريجيم هنأكل فيه إيه بها؟ هنأكل فيه بطاطس مسلوقة بس طيب هنضيف عليها؟ لا مش هنضيف عليها حاجة طيب هنحط ملح لا متحطش ملح كل بطاطس بس لمدة أسبوعين وتعالج كالبطاطس لمدة أسبوعين ورجع للدكتور اللي هنعمله يا دكتور هنحط ملح على البطاطس كل بطاطس بملح لما داء البطاطس بالملح لقى طعمها جميل جدا الله بدأ إنه هو يدرك ملاحة الحياة يعني بدأ يدوق طعم كده البطاطس بالملح حلوة جدا مع إنه هو كان قبل كده لما يأكل بطاطس ملاحة عادي لا هو محتاج إنه هو يحط عليها كاتشاب ويحط عليها مايونيز ويحط عليها خاص عاوز حاجات كتيرة جدا مثيرات خارقة لما هو لغى المثيرات الخارقة بقت المثيرات العادية جدا الهادية جدا بقته تزبط معي بالضبط كده الناس اللي بتبطل إباحية بيجي بعدين يقولك إيه ده أنا بدأت لما أععد مع مراتي أنا أبدأ أخذ بالي إن ملامحها حلوة وأبدأ أخذ بالي من كلامها وطريقة كلامها وأسلوبها وحنيتها إيه ده ماذا هو كان بيبص حليه أو كان إيه اللي يملأ دماغه يملأ دماغه الإباحية ويرى أن المرأة ما هي إلا أداة لقضاء الوطر وانتهى الأمر على ذلك هو شايف أن الموضوع كده بس مجرد أن هو بيكف عن الإباحية الجنسية بيهتدي بينور بيرجع لفطرته وفطرة الله التي فطر الناس عليه سبحان الله لما ربنا سبحانه وتعالى فرض الحجاب على الناس هتلاقي إيه اللي حصل هتلاقي أن ربنا سبحانه وتعالى بيفرض على المرأة أنها تضغطى كلها مع هذا الوجه والكافين على الاختلاف المشهورية إلى 95% من الحاجات الفاتنة متغطية أنت هتبدأ تشوف إيه تشوف كلام تبدأ تسمع فكر تبدأ تسمع أدب تبدأ تشوف أخلاق أنت في حالة تانية في حالة من الإنسانية الطبيعية بقية التفاصيل ديت بقية تفاصيل الجسمها ديت دي تخص زوجها تخص قط النوم وانتهى الأمر لكن ما عدا ذلك لا الموضوع رائع جدا أن أنت بترجع للفطرة تانية ومن الملاحظات برضو اللي الكتاب بتكلم عنها جدا هي نقطة أن كلما الإنسان يكون يعني عتيق في الموضوع قديم بقى يعني زي ما بقولك كده واحد بدأه عنده 11 سنة لن يكمل لحد 26 سنة لما بيكون بدأ بدري قوي بيكون عملية الإقلاع وعملية التعافي وعملية المعالجة صعبة جدا كلما بيكون بدأ من بدري كلما بيكون موضوع أصعب ولكن لا شك أن فيه ناس كتير يتعالجت بالطريقة دي يعني ثابت وتعافت وبقت زي الفل تماما بينما الناس مثلا اللي هي بدأة متأخر اللي هي مثلا راح للإبحاء الجنسية دي وعند 40 سنة و50 سنة تلاقيه مثلا مش في سكة الإبحاء الجنسية دي وأدمن سنتين مثلا ولا حاجة فكرة النوع يتعافى بيتعافى في أسبوعين ثلاثة بقت الدنيا زي الفل بينما الشاب اللي هو اللي كان مراهق مثلا عنده 11-12 سنة وخد له 10 سنين في الموضوع عملية التعافي بتاخد وقت يعني كان فيه حد من الناس اللي تعافت بيحكي بيقول أنا مبسوط إن أنا كملت 15 يوم من غير إبحاء الجنسية بعد 3 سنين من المحاولات الفاشلة 3 سنين بحاول وبفشل مش عارفة جيب 15 يوم على بعض أول مرة جيب 15 يوم من غير مقع فيه إبحاء الجنسية العدى السري الكتاب في آخر فصل بيبدأ إنه هو يعرض الحلول أو يعرض يعني هو حل واحد إنه أنت تبطل الموضوع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء أو ما نهيتكم عن أمر فانتهوا أقطم هي حلها كده يعني زي إيه زي إن أنت بتسيب أي حاجة حرام إن أنت مثلا والله بتشرب سجاير حلها إيه مش إن أنت بدلا بتشرب 3 علا بتشرب علبتين في علبة في 5 سجاير لا حلها أقطم مرة واحدة طيب والله واحد بيشرب خمرة أقطم واحد بيصاحب بنات تعمل لهم بلوك واحد بيش عارف بيتفرج على إباحية أقطم أقطم تماما هنا بقى في الكتاب يبدأ الكاتب إن هو يستعرض لك شوية شوية حاجات تساعدك في الموضوع يقول لك والله مثلا غير غير أثاث بيتك إن أنت مثلا متعود إن أنت آخر اليوم إن أنت بتقوم داخل فتح الموبايل بتاعك وتتريمي على السرير لا سيب موبايلك برا الأوضة متعود إن أنت تقعد على اللاب بتاعك لا خلي شاشة اللاب نحية نحية برا متعود إن يعني من إما أهلك يخرجوا خلاص هاجس الشهوة الجنسية بيتقد خلاص متعودش في البيت لوحدك يخرج برا وما إلى ذلك من الطرق والتكنيكات اللي أنت ممكن تستخدمها علشان خطر تنجو من هذا الوحش الذي يدمر أجيال النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من يستطاع منكم الباقة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم الحل الصوم الحل الصوم مش الحل إن أنت تروح يعني إيه أصلا صبر نفسي بقى ومش عارف إليه دي مش بتصبر نفسك إنت رقم واحد بتعصي الله سبحانه وتعالى وتتجرأ على حرمة الله رقم اثنين إنت بتئذي نفسك وبتئذي فطرتك وبتئذي عينك وبتئذي مخك إنت بتئذي حياتك المستقبلية مع زوجتك طريقة بشعة يعني فيه ناس قعدت يعني ناساً ثلاث سنين في محاولة للتعافي بعد الزواج هو متجوز وكل حاجة بس برضو بيقع في الإباحية الجنسية ومحاولة للتعافي محاولة فاشلة اتكلمت كتير معاك في الكتاب بس هو بجد الكتاب شحني جداً وأنا قريدي كان عندي الفكرة بتاعت الموضوع عاوز أتكلم فيه بس نقطة إن أنا خدت مادة مكثفة في الموضوع كده يعني إن شاء الله تكون المراجعة دي كانت مفيدة وأراكم على خير والسلام عليكم اشتركوا في القناة